يا أهلا وسهلا بنسوي سباكتتي بكرات اللحم لذيذة وسهلة ولا يبغلها شغل واجد أول شي لحم مفرومة عجل راح نحط عليها التتبيلة البهرات الاختيارية لكننا حطيت فلفل أسود وبعض الأعشاب حطيت عليها بيكدونس وبصل أخضر مفروم طبعا وعليها ملح وبديت يعني عجنها سويتها على شكل كرات لما نجهزت الكرات دخلتها الشوايا الهوائية خليتها تقريبا 15 دقيقة على حرارة 180 هناك مقلاة عميقة زيت زيتون طماطم كرزي اختياري ثوم مفروم حمستها شوي لما طلعت ريحتها أضفت عليه عصير طماطم هذا طماطم مقشور معلب سويت لها عصرته وبدأ حطيته بعدين فلفل أسود بعدين حطيت عليها شوي أعشاب السباكتتي والباستة حطيت عليها بارات مشكلة وحطيت عليها صلصة وحركتها شوي وخليتها تطبخ المكرونة سباكتتي سلقتها بموية وزيت خفيف عشان لا تتلاصق هذه الكرات جاهزة نزلتها على الصوص الآن شوفوا الحركة البطية كيف شوفوا المنظر شوفوا بالله شوفوا لا لا شوفوا الخيرة شوفوا هذه يا سلام المهم لما انت سبكت مع بعض حطيت الآن على نفس الصوص من موية السباكتتي يعطينكها غير طبيعية الآن خلاص تقريبا كل شي جاهز مثل ما تشوفون جالسة تتسبك مع بعض حطيت اللي سباكتتي في صحن الحالة وضفت عليها السوس اللي سويته وضفت عليها برضو الهكرات اللحم ولا أوصف لكم عن الطعم لا أوصف لكم عن الطعم شيء بصراحة بصراحة لا يوصف يعني حتى اليوم الثاني أنا أكلت منها وبالعافية علينا وعليكم إن شاء الله وسووها وترها تستاهل اشتركوا في القناة